رمضان كريم ومرحبا بكم في أول حلقة من اللحظة ديريديك غادي ينطلقوا يوميا خلال الشهر الفضيل باش نتذكروا ونتعرفوا على المبادرات الكتيرة اللي انطلقات منذ أزيد من عشر سنوات ومنذ انطلاقها ارتبطوا بها واحد الاسم ووجه معروفين وأنا فرحانة أن يكون معنا في أول حلقة الممثل والمخرج راشيد الوالي مرحبا بك معنا اهلا ولا أنا اللي خصني أنا اللي خصني نقول لك مرحبا بي عندك الله يبرك فيك بحال بحال ياك سي راشيد ديريديك واحد جوجة الكلمات اللي ولات عندهم واحد دلالة قوية اليوم في المغرب نعم الناس كلهم كيعرفوها وجيبينها مجدودنا دير الخير تلقاه وكانوا كيقولوا دير الخير تلقاه ودير الشر وتسنه نحي دنا الشر لعنا ما كان غير الخير غير الخير الحمد لله الحمد لله اليوم من جمعية جاتنا من النظور نستقبله أشرف بالحيان سمعيكم مساء النور مرحبا بك مرحبا معادي ريدي كدرتوا مبادرات اللي معروفة خمسين مؤسسات تجهيزة اللي كلاس كونيكتي كيف كانت التجربة؟ تجربة كانت رائعة خاصة أنا لمشينا للمدارس دي العالم القراوي اللي تم الترميم ديالهم وتجهيزهم بالوسائل دي الانترنت ضون كانت منها أنهم هاد المبادرات يزيدوا يستمروا من اللي بدأت المبادرة اليوم واش تتشوف يعني حماس كتر في الشباب اللي كيجي وتيعوان وتيعطي من وقتهم لجهة دياله نظن أنه يزيد كل عام لأنه يدري في المدارس التلاميذ يقرأوا عليها وتوما كيبغوا يشاركوا كنتمنوا لهم شاء الله يتوفقوا في دراسهم ونقولوا لهم مرحبا بكم ومن بعد يشمروا على دراعهم ويديلوا يديهم حتى هما أشرف انتابحوكم تجربة ديالك شو الحويجات والتأثير اللي كتشوفوا على شخصيتك وعلى حياتك صفة عامل صالحة مجموعة ديال التجارب اللي خلوني أنني نبدل شخصيتي بزاف نطور من ذاتي وتحتز جملائي اللي معي في الجمعية وخلتنا أكتر نتعلقوا ببلدنا أكتر وندير واحدة ريزو كبير لكي خلينا أننا نتواصلوا مع مجموعة ديالناس ونعاونوا بزاف ديالناس شكرا لك بزاف أشرف سيراشيد ما سخيتش بك ولكن كلمة أخيرة قبل ما نختموا الحلقة العمل الجماعوي مهم جدا كيمكننا من خلاله نحقوا داتنا ونحقوا ونسهلوا على بلادنا بزاف ديال الأمور باش يمكننا نحلموا مستقبل أكبر دينا شكرا لك سيراشيد الوالي على حضورك معنا شكرا لك أشرف بالحيان شكرا لكم مشاهدينا كانت هذه أول حلقة ونطلقوا في حلقة جديدة من لحظة ديريدي